السلام عليكم كثيرين لبس عليكم أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال مرحبا بكم ماذا قراء لقناة أم أحمد في فيديو جديد اليوم سيكون الفيديو على النيلة الزاقة أو النيلة الصحراوية من الفوائد هذه النيلة الصحراوية أنها تفتح البشرة الموجودة وتضيضه خاصة اللي عنده سيكاترس أو اللطر مع المدورة تحيض تصفيه نهائي ما يبقش فيها الأطراس وتجبد الوجه يعني تجاعد يعني الوجه يجبد وتحيض الكلف وتنظف البشرة وتنظفها من الأمق وتعطيها رطوبة زوينة واحد لماعان وإشراقة المهوين نحساجه المقادين وتحيض لدينا جوج معلقة كبيرة لدينا العسل الحر ونصف معلقة للنيلة الزاقة وعندنا معلقة كبيرة لدينا العسل البرتوقار نخلطها نصف معلقة نصف معلقة صغيرة نخلطها مع العسل كما تعرفوا العسل تهوه مهم من البشرة وزغين كي يصفي الوجه تهوه كنخلطهم زيان هذه الميولة مع العسل كنخلط الوجه كنخلط ججمع كنخلط ججمع كنخلط البرتقال كنخلط كنخلط ججمع كنخلط ججمع كنخلط نسجمع كنخلط البرتقال كنخلط بسوء كنخلطه يوميا كنخلطه منطقة للفتوء كنخلطه بوجهنا وكنتمنى الوصفة تعجبكم كنتمنى اللي يعجبكم وما تنسوش الاشتراك معي في القناة ولما كانتش ملاحظة خلي وليه في تعليقات وبسلام عليكم في فيديو آخر إن شاء الله شكرا